للحديث أكثر عن صراع الأحزاب على المناصب بعد اعتذار الزرفي بشكل يراه البعض دراماتيكيا بعد أن تخلت عنه الأحزاب التي كانت تدعمه وتسمية الكاظمي لتشكيل الحكومة ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد نظير الكندوري أستاذ نظير بداية مرحبا بك الكتل الشعية تتفق على تنحي الزرفي وترشيح مصطفى الكاظمي بدلا منه لرئاسة الحكومة بما تفسر تحول مواقف من كانوا في السابق يدعمون الزرفي وتخلوا عنه الآن كالتيار الصدري مثلا حياكم الله حيا مشاهدي قناتكم كريمة الحقيقة يعني ما يجري في الساحة السياسية العراقية لا أظنه يجري في بلد آخر ولم تشهد بلدان العالم مثل هكذا تذبذب سياسي ومواقف متناقضة تتغير ما بين الحين والآخر بل أحيانا تتغير حتى في اليوم الواحد ومثال ذلك هو تغير مزاج بعض الكتل من عدنان الزرفي إلى مرشح آخر يسمى مصطفى الكاظمي ودلالة على أن هذه الكتل السياسية ليست لها برامج سياسية وليست لها وجهة سياسية تمضي باتجاهها وليس لديها مشروع لبناء هذا البلد إنما هي مواقفها عبارة عن اتفاقات على مصالح مرحلية تخص كياناتهم السياسية أو الاستفادة الشخصية لرموز هذا الحزب أو هذه الكتلة بينما تبقى مصالح الوطن ومصالح الشعب العراقي هي آخر أولوياتهم وإلا ما هو التفسير على تغيير الحاصل مع بين آخرين الشخصيتين بالرغم من أن الشخصية تتشابه في بعض الصفات الزرفي في أول تصريح له بعد التنحي قال أنه لم يجد من يدعمه لا في الداخل ولا في الخارج يعني من برأيك ينتظر الزرفي أية جهة مثلا أن تدعمه وفق هذا التصريح يعني هو بالنسبة للجهات الداخلية فمصهوم من كان يقصد يعني بعض الكتل التي كانت وراءه ودعمته غيرت يعني مزاجها ودعمت شخصية أخرى كالتيار الصدري وكتل أخرى أما ما يقصد بالدعم الخارجي فهو كان يعول كما هو معروف على الجانب الأمريكي بل إن كثير من الكتل اتهمته بأنه ما هو إلا مجرد عميل أمريكي يريد أن ينفذ الأجدة الأمريكية ومن كلام هذا هو يقر بأنه هو شخصيا ومن يأتي غيره من الشخصيات الأخرى التي تستلم هذه المنصب لا يمكن له أن يصل إلى هذا المركز إلا بضوء أخضر خارجي يبيح له الوصول إلى هذا المنصب وهو أيضا يعني يعطينا معلومة بأن الشخصية الأخرى التي تم ترشيح مصطفى الكاظمي هو مدعوم خارجي استطاعت أن تعيد ترتيب ما يسمى بالبيت السياسي الشيعي يعني من خلال اتفاق الكتل على الكاظمي هو يعني بعض المراقبين يقولون أن الزيارة التي قام بها قآني ومن قبل شخصية أخرى التي هي بالخارجية كان الهدف من عده هي توحيد الأطراف الشيعية على شخصية معينة لكن أنا أرى أن حتى هذا مصطفى الكاظمي لم يحوز على إجماع شيعي بالتالي فإن هناك أطراف شيعية أخرى وهي المتمثلة بالميليشيات ما زالت لم تفرح عن موقفها ولم تؤيد هذا الترشيح ولديها مواقف سابقة كانت تتهمها بأنه هو العقل المدبر في موضوع اختيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وبالتالي أنا ما أرى أن مصطفى الكاظمي هو الآخر سوف لن ينجح في الوصول إلى رئاس الوزراء نشكرك شكرا جزيلا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد نظير الكندوري